السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء تلميلا مشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمينوا يلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نشوفوا ملخص ومراجعة شاملة لجميع دروس اللغة الإنجليزية للفصل 3 تلاحظوا بالليس دروس اللغة الإنجليزية هاي لا هذا الفصل ما عندكم حتى حاجة صعبة ياربي عندنا وحتل الدروس ولا ربعة نوك يلا أبنائي نتنسيوا ماكسيموم نتحصلوا على علامات ممتازة ونها سواء فرد أو اختبار ملخص هذا خلوه رجعوه قبل الفرد ورجعوه قبل اختبار لأنه شوفوا وش حيتح لكم في فرد حيتح لكم في الاختبار ياربي يزيدوا عليه الدرس ولا سؤال لا غير نبدأ بالسيكونس اللي نقرأ فيها وللوحدة اللي نقرأ فيها عندي معنتها أنا والمحيط التاعي نحنا هدروه على التلوث البيئة كم تعرفوا نوك الدروس اللي راح نشوفها نبدأ بالدرس الأول اللي هو شود وعندي كذلك مست وعندي أمبيراتيف تاع أدفايس إذن أبنائي شود معنتها يجيب لازم عليك تدير ما تديرش اتساتيغا مست نفس الشي يجيبو لا يجيبو ذلك هنشوفو إن شاء الله كيفاش نديرو كل وحدة فيهم وسهلين جدا أمبيراتيف اللي هو الأمر نستخدموه باش نعطو أدفايس نصيحة دير ما تديرش أبنائي نبدأ بشود شوفوا الشود كيفاش تكتب S-H-O-U-L-D ما نقلوه شود نقولو شود الآل هذيك ما تتقراش يلا كيتكون عندي أفرماتيف فورم معدها جملة عادية وكيكون عندي النغاتيف فورم معدها جملة النفي وكوشن فورم اللي هو السؤال يلا أفرماتيف فورم ندير السابجكت نزيد له شود وعندي الفرب والتكملة تعلي كمبليمت You should eat the food معدها يجب عليك أكل طعام الصحي إلى healthy food وكي دونك جملة سهلة وعادية نبدأ بالسابجكت السؤال ونحط شود في الوسط نزيد لها الفرب ونكمل الفرب هذيك ما تمسوش خلوكي مارا نحولو غير تو عندي كي تكون نغاتيف فورم معدها ما لازمش تدير هذيك وشو نقول مش نقولو نقولو شوفو shouldn't ولا نحبو زي ما نخافو نغلطو بشودنت نديرو should not معدها should ونزيدو لها not اللي هي تكتب n-o-t ولا نديرو shouldn't هكذا معدها شوفو shouldn't في بلس ما نديرو not معدها في بلس ال-o نحي ال-o وندير apostخف ناخدو مثال نقول مثلا you shouldn't eat junk food معدها لا يجب عليك ان تأكل اكل الشوارع سهلة جدا كذلك يلا سواء يقولي يقولي وحطيها في affirmative form ولا negative form يلا اللي باته كي تكون عندي question وشنو معدها question معدها كي يكون عندي سؤال كيفاش نسأل سؤال بشود ولا shouldn't يلا يقولي حطي should ومبعد زيدي لها subject verb وتكميلة الجملة تاهاك وديري الجملة عفوا علامة الاسي فهم should you كذا وكذا هل فعلت كذا جاية في سؤال ولا بإمكانك كذا وكذا اوكي هذي بالنسبة قلنا question form اللي هي قلنا السؤال كي نطرح سؤال احنا نشوفو هالدروس كامل ان شاء الله في احنا رانا نفهمه برك في الفرض والاختبار كين حلو نوريكم كيفاش سهلة جدا يلا must نفس الشي شوفوا كي ما should كي ما must سواء في المعنى سواء في كيفاش نحطها كيف كيف شوفوا في الافيرماتيف فورم عندي لكن لا هنا شوفوا نعطيكم مثال يعني الفرق الجوهري ما بين should و must should معنى تستطيع لا تستطيع الى غير ذلك لكن شوفوا او يقول لي must strong obligation معنى تجي شوية مصجي شوية كيف احنا نقوله بالدرجة حرشة شوية معنى تجي ما تديرش بصح شوفوا حبيت الدير ما حبيتش الدير دبراسك شي شغلك حبيت تاكل أكل الشوارع ما تاكل كي ما حبيت بصح مصجي شوية كي ما احنا نقوله مزيرة بصح بصح نفس المين بصح subject must verb و complement تاكل you must eat water معنى تاكل يجب عليك نتشرب الماء نجد تفهم كيف كيف نحطو سواء subject ولا نقول mustn't ولا نقول must not must not يعنى تجيش وسموه بصح خير تخافو مت تخافو تغلطو نزيدو must ونزيدو موراها not ونكملو verb ونكملو complement التان كيف كيف نحب ندير question ولا نسأل سؤال نقول must ونبعد نحط subject verb ونكمل complement تان وحذار يننسى علامة الاستفهام يلا نروح imperative اللي هو advice كي نروح نعطي نصيحة ولا نأمر ولا أرشد هذك الانسان عندي الverb التاعي هو الول ونكمل complement تاعي كامل هذي في الaffirmative form في negative form don't ونكمل don't use مثلا نعطيكم مثلا don't use that معنى لا تسعمل هذا حطيت don't لا ونبعد كملت حطيت الverb والcomplement التاعنا سهلة كذلك يلا ابني نروح للدرس اللي بعد هو كيف اللغة الفرنسية هذي شفناه cause reason معنى السبب وعندي effect اللي هي result معنى النتيجة نبدأ بالسبب don't we use as and because to express cause and reason بش ندير السبب ولا نعرف باليراني في الجملة تاع السبب نستعمل as ولا because بسبب كذا ولا هذا من بكذا مفهوم هدو كتاع السبب don't ناخدوا مثال as he was ill لأنه كان مريض ولا بسبب أنه كان مريض he didn't go outside مخرج معنى كي كان مريض مخرج هذي وش راني منش في النتيجة وإنما راني نستخدم السبب تفكروا كي تكون عندي هذه وهذه راكن في السبب he didn't play with his friends من لعبش مع الأصدقاء اتعو because he was ill لأنه كان مريض خلاص سهلا تلقوا هذي ولا هذي قولوا الأستدتكم باللي ولا تصحيحتكم في الجواب علىنا في cause reason في النتيجة في result وش عندي كيف كيف عندي سوج so ولا therefore we use so and therefore to express result and consequence example معتها عندي المثال يقول he was ill كان مريض so he didn't go outside لذلك لم يخرج خارجا he was ill كان مريض therefore he didn't play with his friends معتها لذلك لم يلعب مع الأصدقاء تعال كنتم عندكم تحفظوا هات الزوج كي تكون عندكم السبب وهات الزوج كي تكون عندكم النتيجة يلا الدرس اللي بعد وهو الدرس الأخير قلت لكم عندكم غير الدرس الدرس الأخير عندي comparative of superiority معنتها أني نcompari المقارنة عندي المقارنة في اللغة الإنجليزية نستخدمها بطريقات كي يكون عندي short adjectives المقارنة تستعمل للصفات كي تكون عندي short adjectives الصفات اللي جي قصيرة جي قصيرة قصيرة في النطق عندها one or two syllabes معندها نطق يعني نطق واحد ولا تنين عندي long adjectives اللي يكون طوال معندهم ثلاثة معندها السيلاب التحم ثلاثة وطلع three or more ناخدو مثال نبدو بالrule تعلق القاعدة كي تكون عندي short adjectives أو يقول يحطي الاجكتف وزيدي لها er ومبعد than ناخدو مثال small يلا نشوفو small أي متكونة من زوج نطق السيلاب اللي معنتها شحال من خطرة نطقنا small كي تكون هكا صغيرة ولا قصيرة نزيدو لها er smaller معنتها شوفو small صغير smaller الأصغر كيفاش ندير comparaison نقول the smaller than الأصغر من ولا الأخف من الأكبر من نطق على حسب قلنا الجملة اللي عندي حالة خاصة وشي قولي قلي كي تكون عندك adjectives ending in silent i ولا r معنتها تخلاص بال e ولا l ولا r كيما nicer عندي اللي هنا nicer كيما nice هو لطيف موك مكننا نروحو نزيدو لها er هي أصلا nice تخلاص بال e نو نزيدو لها r برك اوك هادو كي يخلاصو كي تكون عندي adjective تخلاص تكون short adjective وتخلاص بال e ولا r كيف كي تكون تخلاص بال r مش نروح ندوبلي لها r لا يلا كي تكون عندي adjectives ending in y معنتها تكون تخلاص بال y تخلاص بال e replace it معنتها بدلها with e e r معنتها روح امحي l e g هادوك وبدلها b e e r كي تكون مثلا happy شوفوا happy تكتب هاك happy كي نحب ندير مقارنة كيف happy سعيد كيف نقول الأسعد الأسعد من نقول happier نمحي l e وندير e e r يلا الحالة الخاصة الأخيرة ويقول double the final consent كي يكون عندي one syllable معنتها only معنتها syllable واحد كيف يقول big big يكون من نطق واحد مش كيف مال لهنا small معنتها قسمتها وكي كان عندي نطقان وكي big عندها نطق واحد وش نروح نديرو قال لي دايما اللي يكون عندها نطق واحد دوب لها الحرف الأخير big يتولي bigger اوكي بالنسبة إلى long adjective وش ديلي دوما long adjective من ملسوهاش اوكي هذين ملسوهاش دوك نديرو more باش نديرو adjective ومبعد than دوك كي مال لهنا عندي more dangers than الأخطر من اوكي سهلة الاجكتف كي تكون طويلة من ملسوهاش irregular adjectives معنتها معنتها عندها حالات خاصة اللي لازم علي نحفظهم ودوما نجي كيما good better عندي bad worse عندي far farther تكتب بالأول كيما نحبوه عندي many much تولي more و little تولي less هذو قلنا أبنائي لازم نحفظهم bad سيء الأسوأ جيد الجيد اتستغطوك هذو دوما النطيحو حادري انه ننسوهم كينجو رايحين للفرد وللاختبال إذن هذا كان بالنسبة لجميع دروس اللغة الإنجليسية للفصل الثالث للثالث متوسط كالعادة أبنائي اللي عندوا أي سؤال ولا استفسار يخلي ولي في التعليقات نجاوب ان شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكيما نقول كالعادة بتوفيق رسالة